اشتركوا في القناة عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرداء في إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل وتنفيذ لتوجهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين حرصت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءا من الصفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء ومكره وأول ما الموضوع فتح على طول كانت تخط بسلحة سباقة في هذا الموضوع وكنا احنا من أول الأفواج اللي طالعا وبنشكر دارة الشؤون المعنوية وبنشكر قوات المسلحة يعني بزراحة يعني بأمانة تنظيم يعني فوق الرقح ومنها كلنا بنتمنها أن احنا ننزور الرودة الشريفة ونروح نعمل عمرة ونقدي المناسب هي مشاعر فياضة مشاعر جميلة الحقيقة احنا في شوق وتوقين لزيارة بيت الله الحرام ولزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة أنا شايف القوات المسلحة الحقيقة بعثة محترمة وبعثة كل الترتيبات الحقيقة ترتيبات محسوبة كويس جدا الحقيقة الزملاء في إدارة الشؤون المعنوية بيؤدي واجبهم لخدمة جموع الضباط وأسرهم حقيقة وأسر الشهداء بشكر رئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يكرمه ويكفيش شر اللي يزيه وينجيه في كل طريقه ويكفيش شره من قوات المسرية ومن جيش المصري ومن باعتة إدارة الشؤون المعنوية لفقوات المسلحة لكل السلطات السعودية أهلنا وأخوانا في مصر كلهم نورتوني يا أهلا وسهلا فيكم